هذا المقطع القصير وواحد من آلاف المقاطع المنتشر على الانترنت التي توثق واحدة من أخطر الأعراض المرضية وهي رهاب الماء حيث يتجنب المصاب الماء ويخاف منه بشكل هستيري لا إرادي وكأن الكوب الذي أمامه مليء بالسم هذه الحالة الغريبة هي واحدة من أعراض ما يعرف بداء الكلب داء الكلب أو السعار هو واحد من أخطر الأمراض التي عرفها الإنسان وأقدمها الإصابة به تعتبر حكم بالإعدام فهو يستهدف الجهاز العصبي المركزي وينتقل إلى الحبل الشوكي ثم إلى الدماغ بمجرد ظهور الأعراض على المريض فعلا بأنه في عداد الموتى بنسبة 99% أكثر ما يجعل هذا المرض خطير هو أنه صامت ويعيش بيننا بدون أن ندري في القطط والكلاب ومن أخطر أعراض داء الكلب هو ما يعرف بي رهاب الماء حيث يصبح لدى المريض خوفه استيري من الماء وإذا رأى أمامه فكأنما رأى جن أو شيطان فما هي قصة داء الكلب وما هي أعراضه والسؤال الأهم لماذا إلى اليوم فشل كل علماء العالم في إيجاد علاج ناجح له حاولوا تنشر الفيديو قدر المستطاع لننشر الوعي بين الناس خصوصا بين سكان القرى والمناطق النائية والفقيرة ولربما هذا الفيديو سيكون سبب في إنقاذ أرواح ناس وتأخذ أنت الأجر على ذلك قبل أن ندخل في التفاصيل ضع لايك نوع من التشجيع ولو كنت تحب هذا النوع من المحتوى يا أهلا اشترك في القناة لتصبح من عائلة مساحة فنحن في الطريق إلى 7 مليون صديق إن شاء الله وشكرا للصديق علي إبراهيم داعم وراعي هذه الحلقة فرضت السلطات الصحية التركية حجرا صحيا على حيين سكنيين في ولاية شانل أرفاء الواقعة جنوب البلاد وذلك بعد رسل كلبين مصابين بداء الكلب السعار في المغرب لزل قائما ويهدد حياة الكثيرين في مختلف أنحاء المملكة نأخذكم إلى تونس الخضراء التي تعاني من وضع وبائي كارثي واستنفار للتصدي لداء الكلب في تونس قبل بنع سنوات قام طبيب في سنته الأولى في الفلبين بربط مريضة مراهقة على سرير المستشفى بواسطة الأحزمة ويقول الطبيب أن ذلك الأمر كان فضيع ولأول مرة في حياته يرى هذه الحالة كان الطبيب خائف من أن تقوم هذه الفتاة بضرب أحدهم أو أن تعد شخص ما من الأخطر كانوا خائفين من أن تقوم بقتل أحدهم يقول الطبيب ماركيز كان علينا أن نربط المريضة بالسرير خوفا من أن تخنق أحدهم بعد استجواب مطول مع والدة هذه الفتاة قالت بأن ابنتها تعرضت لعدة كلب ضال بعد ذلك بدأت تتصرف بغرابة شديدة وكأن لها حالة نادرة من الصرع كانت عدوانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه والغريب أنها كانت خائفة بشكل غير عقلاني من الماء ما لم تعلمه الأن في ذلك الوقت أن ابنتها في الحقيقة أصيبت بداء الصعار من عضة ذلك الكلب وبناء عليه بسبب جاهلها لم تعرع إلى الطبيب بسرعة لكي تتلقى العلاج ويقول الطبيب لو أخذت الفتاة العلاج في نفس يوم تعرضها للعد لربما كان لها فرصة في النجاة لكن بعدما بدأت الأعراض تظهر عليها كان الأوان قد فات وبالفعل توفيت الفتاة في النهاية على مدى آلاف السنين كان داء الكلب المميت يرعب الحضارات مثله مثل الطاعون في الهند عام 3000 قبل الميلاد كان إله الموت في ديانتهم يرافقه كلب كرسول للموت وفي الهند الحديثة لا تزال الكلاب المصابة بداء الصعار تتسبب في وفاة 20 ألف إنسان كل سنة تم العثور على أول سجل مكتوب لداء الكلب في قانون إسمون الموسوي في بابل عام 2300 قبل الميلاد حيث كان على البابليين دفع غرامة إذا نقل كلبهم الفيروس إلى شخص آخر وتسبب في وفاته الصعار مسؤول عن وفاة حوالي 60 ألف إنسان سنويا على مستوى العالم والرقم الحقيقي على أرض الواقع قد يكون أضعاف مضاعفة هذا الداء الملعون ينتشر في أكثر من 150 دولة ومنطقة الغالبية العظمى من الحالات المسجلة وهي 95% تقع في آسيا وإفريقيا وتقريبا 97% منهم يتوفون بسبب عضات الكلاب في حين الرقم الأكبر يكون في المناطق الريفية والفقيرة حيث تتجول الكلاب الضالة بكل حرية وفي غالب الأحيان لا يكون لهؤلاء الناس فرصة سريعة للوصول إلى اللقاحات أو حتى القدرة المادية لذلك ففي القابون مثلا يكلف نظام الجرعات الأربع لداء السعار 25 دولار لكل تطعيم إذا لم يكن لدى المريض تأمين صحي وهذا ما يجعل نسبة الوفيات تصل لقرابة المئة في المئة ينشأ داء الكلب في الحيوانات من خلال فيروس يسمى ريبايس وهو عضو في جنس فيروسات يسمى ليس فيروس ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال لدغة أو عضة حيوان وأيضا ينتقل إذا لامس لعاب حيوان مصاب بداء الكلب جرح إنسان أو حتى الأغشية المخاطية للفم والأنف وحتى العينين وفي حالات نادرة ينتقل المرض من خلال عملية زرع أعضاء من متبرعين إن كانوا في الأصل مصابين بالسعار بدون أن يعلموا ملاحظة هامة بعد الصور والفيديوهات لن أستطع أن أعرضها عليكم هنا في الفيديو والسبب كما تعلمون قوانين اليوتيوب الصارمة بهذا الخصوص لذلك وضعتها لكم في رابط أسفل الفيديو في الوصف لكن تنوي هذه الصور والفيديوهات قد لا تكون ملائمة للجميع عندما يدخل الفيروس إلى مجرى الدم من خلال الجلد أو الأغشية المخاطية كالأنف والفم يبدأ الانتشار في الجسم لكن هدفه الأساسي هو مركز القيادة الدماء فيظل الفيروس صامت لفترة طويلة وفترة الحضانة تتراوح من عدة أسابيع إلى أشهر وأحيانا سنوات وفي بعض الحالات لا يأخذ الأمر سوى بضعة أيام مما يعني أن الوقت بين التعرض للعدة وظهور الأعراض يمكن أن يختلف يلعب موقع العضة دورا فارق بين الحياة والموت فكلما كانت العضة أقرب إلى الرأس مثل الوجه أو الرقبة أو حتى الكتف تصبح فترة حضانته أقصر بسبب انتقال الفيروس بشكل أسرع إلى الدماغ وبالتالي أيام المريض تكون معدودة في حال لم يتم التلقيح بسرعة لداء الصعار مستويين من الأعراض المستوى الأول أعراض نسبيا ضعيفة مثل صداع، توعك، ألم أو وخز في مكان العضة والمستوى الثاني أعراض خطيرة مثل شلال جسئي، هياج وهلوسة، أيضا صعودة في البلع وحركات عنيفة ولا إراضية وأخطر عرض هو رهاب الماء من أغرب أعراض داء الكلب وهو ما يميز هذا الفيروس الشيطاني هو ما يعرف برهاب الماء حيث يصبح المريض يخاف من رؤية الماء خوف هستيري لا سبب له وحين يشرب الماء يحس وكأنه يشرب حمى بركانية وفي النهاية يدخل المصاب في نوبات من الهلوسة والجنون والخمول مما يؤدي إلى غيبوبة فوفات في النهاية وفي العادة بمجرد ظهور الأعراض العصبية تصبح أيام المريض معدودة ولا ينفع معه أي علاج يعشش السعار في حيوانات أليفة للبشر أهمها الكلاب فعلى مستوى العالم الكلاب هي المسبب الأول لعدوداء الكلب لدى البشر كونها حيوانات تعيش معنا وبجانبنا طوال الوقت سواء الأليفة منها وحتى الضالة والفيروس يصيب أيضا القطط والأبقار والخيول وحتى الماعث وهنا يستحذرني تعليق قرأته البارحة في أحد المنشورات التي نشرتها هنا في اليوتيوب هذا التعليق هو لصديق اسمه زهير إسلام يقول فيه السلام عليكم أخي يوسف أنا رأيت عنزات أصيب بداء الكلب أول مرة في حياتي أرى هذه الظاهرة العنزة تحاول أن تعضك مثل الكلب وبعد بحثينا في السبب وجدنا أن ثعلب الغابة مسعور قد عضهم بعد مدة أسبوع أصبح كل يوم عنزة تصاب بالجنون لوحدها وتستهدف أي شيء يتحرك لعضه الحمد لله فقدت خمسة عنزات في حين نجى الباقي يصيب الفيروس الحيوانات البرية فداء الكلب يصيب بكثرة الخفافيش والراكون والثعالب والضاربان وفي الأمريكيتين على غرار بقية دول العالم تعتبر الخفافيشي السبب الرئيسي لعدوى الصعار كون الخفاش يتغذى على مصد دماء البهائم والحيوانات وبالتالي خفاش واحد أثناء عملية امتصاص الدم يستطيع نقل العدوى لآلاف الحيوانات طوال فترة حياته وهناك قصة غريبة قرأتها على الانترنت أثناء بحثي عن هذا الموضوع تقول صاحبة القصة دخل خفاش مصاب بداء الكلب عبر المدخنة وعد قطة المنزلية الغير ملقحة انتقل داء الكلب إلى القطة لتقوم القطة بعد ابنتي البالغة من العمر 12 سنة في المنزل لم تأخذ ابنتي أي لقاح فمات الخفاش والقطة وماتت ابنتي أهم ما يميز داء الكلب ويجعله مميت هو قدرته العجيب على تجاوز الجهاز المنائي فعندما يدخل الفيروس للجسم يتكاثر في الأنسجة العضلية ويرتبط بالخلايا العصبية ويستخدم العصاب للانتقال نحو الدماغ على عكس العديد من الفيروسات التي فور دخولها للجسم تثير استجابة الجهاز المناعي فورا لكن داء الكلب له طبيعة ماكرة وشيطانية حيث يختبئ داخل الجهاز العصبي مما يمنع الجهاز المناعي من شن أي هجوم دفاعي بمجرد وصول الفيروس إلى المخ يتسبب في التهاب الدماغ ويدمر الخلايا في فترة وجيزة ويدمر معه الحبل الشوكي الأمر أشبه بطوفيلي يعيش في داخلك ينهش لحمك شيئا فشيئا وبمجرد ظهور الأعراض الكبيرة يصبح المرض غير قابل للعلاج تاريخيا ظهر أول علاج ناجح لداء الكلب في ثمانينيات القرن 19 وبالضبط على يد مدرس كيمياء فرنسي اسمه لويس باستور عام 1981 تمكن باستور من الوصول إلى لقاح يقضي على وباء الجمرى الخبيثة أحد أقدم الأوبئة المسجلة في التاريخ من خلال اختبار أجراه على 70 خروف بإحدى المزارع ونجح في النهاية هناك قرر الرجل تحويل انتباهه إلى داء الكلب آفت العالم أنذاك كانت دراسته الأولية على الحيوانات مشجعة للغاية لكن باستور أراد المزيد من الوقت لتنقية لقاحه المخفف قبل تجربته على نفسه في 6 يوليو 1885 تعرض صبي يبلغ من العمر 9 سنوات يدعى جوزيف مايستر لهجوم من كلب المسعور فنقل له فيروس الكلب عالج طبيب محل الجروح وأخبر الأسرة أن الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الطفل جوزيف هو لويس باستور فأحضرته أمه على وجه الصرعة إلى باريس بعد الكثير من الترجي والتوسل وافق باستور بعد التشاور مع اثنين من الأطباء الحقيقيين الذين قالوا أن جوزيف في الحقيقة كان صبي ميت يمشي وهو وصف قد يكون دقيقا لشخص موته محتم في 4 يوليو 1985 تلقى الطفل جوزيف 14 تطعيم في 11 يوم والصادم أنه تعافى تماما أصبح هذا اليوم واحد من أهم الأيام في تاريخ الطب تصربت الأخضر بسرعة ووصلت لأقاس الأرض فتدفق المرضى على فرنسا من كل حذب وصوب في وقت وفاة لويس باستور أي بعد 9 سنوات من إيجاده علاج داء الكلب كان أكثر من 20 ألف شخص قد تلقوا بالفعل علاجه الناجح لداء الكلب قد يكون الخط الفاصل بين الموت والحياة رقيق جدا ومسألة وقت لا أكثر فمفتاح النجاة من داء الصعار هو مدى السرعة التلقيك للعلاج فإذا تعرض شخص لعدة حيوان مصاب بداء الكلب يجب بسرعة تنظيف الجروح على الفور بالمعاقمات ثم مباشرة أخت سلسلة من التطعيمات وكلما كان العلاج سريعا كلما كانت النجاة بنسبة 100% تقريبا هناك طرق أخرى للوقاية من داء الكلب وهي أخذ التطعيمات مسبقا سواء للحيوان أو للبشر التطعيم للكلاب والحيوانات الأليفة هو الاستراتيجية الأكثر فعالية للسيطر على داء الكلب ومنع انتشاره للبشر وفي الغالب أكثر من يأخذون هذه التطعيمات هم الأطباء البيطريين ومدربي الحيوانات أو المسافرين إلى المناطق التي ينتشر فيها داء الصعار ما زال هناك الآلاف الذين يفقدون أحباءهم كل سنة بسبب الصعار خصوصا في البوادي وفي المناطق الفقيرة والنائية هناك حيث تنتشر بكثر الكلاب الضالة حاول تنشر المقطع لعله يفيد أحدهم ولو كانت لك قصة مع هذا المرض أتمنى أن تحكيها لنا في التعليقات جاري مكينون هو شاب بريطاني في غرفة نومه في لندن استطاع هذا الشاب أن يخترق البنتاجون ويخترق وكالة الفضاء ناسا وما شاهده واكتشفها كان صادم بالفعل حكيت لكم القصة الكاملة لعملية اختراق البنتاجون ووكالة ناسا في هذه الحلقة اضغط عليها وشاهدها